السلام عليكم اخوات والاخوان مرحبا بكم في قناتكم اللي هي قناة جودا شانيل اللي هي قناتكم بطبيعة الحال اه اغبرت عليكم كيف العادة وبكار رجع بالجديد هنا عندي معكم واحدة لاطة ديال دجاج مع الخضر الدجاج مع الخضر في الفرن مرافقة مع سلطة يعني صحية مفورة بطعم هائل ثراحة نتمنى ان يعجبكم هاد الطبق ديال هاد هنا نبدو على بركة الله هنا كيف كانت شوفوا معي عندي قطع ديال الدجاج قطع مختلفة مهم على حسب عدد الافراد ديال الاسرة مهم وغادي نوريكم حتى بنسبة اللي عندي هنا يا الباصل الجوج ديال القطع الجوج ديال الباصلتين باصلتين والطماطم والرباية بطبيعة الحال مع الدنيس والقصبور هنا كيف كيف تشوفوا معي غدا نقطع الباصل قطع صغيرة على حسب الرغبة كل واحد وكيفاش كي يبغيه بعد المرات انا شخصيا كنديرهم يعني دوائر هكدا يعني طوال ولا دوائر وبعد المرات كنديرهم بحال هكدا مش لضين مياه هاد المرة هادي قررت انا ندريهم معكم هكدا نتمنى انا يعجبكم كيف كتشوفوا معي يعني قطعت هذيك البصلة كاملة اللي عندي هذي نحتاف اللاطا بعد غدي نقطع الطماطم احتها هي كما قطعت الباصل غدي نقطعت الطماطم وانا كنخلي لها القشرة ديالها باش كنستافد منها كاملة يعني ما تحيد لهاش القشرة طماطم كتب قبل القشرة ديالها بزرعة ديالها بكل شي ديالها صراحة يعني طبق هائل يستحق تجربة يعني اللي غدي تجربه صراحة غدي تقول لي غدي عجبها الحل غدي عجبها الطعم ديال اللاطا وساهلة يعني ما فيها شي صعوبة يعني كان حتى كل شي دفعة واحدة وكان حطوه في الفران شي طبع لا خاطره هنا الربيع كيف سبق لي وريته لكم ربيع المعدنوس والقصبور القصبور والمعدنوس يعني كان قطعه مرقاق النص كان ديرو مع يعني البصله مطاشا وفاش غدي نضيف لهم هده بطاطا يعني هده كيددارو في اللول نخلطهم زيان ونفرقهم في اللاطا والربع اللي تيبقى تنديرو كتسبيلة للدجاج هانتما كيف كتشوفوا معايا نضرتو في واحدة الصينية باش يسهل لي يعني باش ندخل التوابيل كاملة في الدجاج انا كيف كتشوفوا معايا عندي تحميرة يعني بابريكا خرقوم سكنجبير زنجبيل الملح القليل من الهريسة وفلفل اسود اي لبزر يعني المكونات يعني سهلة يعني وهنا عندي الصوجة كيف كتشوفوا معايا بقالة فيها غشوية يعني تقريبا مع القصغيرة اللي بقت لي اخوتها وهنا عبتني الحامض العسر دي الحامض كان عصر واحد الحامضة من فوق منها باش كيتجاج كي جي يفتي كي جي يرطب وهنا عندي تقريبا قل من نصف كاس دي الزيت تقريبا تقريبا نصف كاس دي الزيت انا هنا يدرت الزيت النباتية يعني زيت العود عفوا يدرت هنا الزيت النباتية زيت العود زيت الزيتون اصلا رأيها نباتية سوف نخلط تسبيلة كاملة فهذاك الدجاج كنضيفها له. وسنخلي الدجاج جانبا. هنا عندي بتاطا. نقيت بتاطا ونقيت خيزه. سبق لي نقيته. وهدي نقطع معكم بتاطا. قطع صغيرة. هاتوا ما كيف كنتشوفوا معي. يعني مربعة صغر. وكنضيفهم على ذاك التسبيلة اللي خليت في الصينية. باش كن نخلطها مزيان وكن ندخل ذاك التسبيلة حتى في البطاطس. وهنا ضفت تحت الجزار. تا وقطعتو دوائر صغار. وضفتو على ذاك بتاطا. تا وغضي نخلطهم زيان. وغضي نقوم بتستيف ديالو. فوق البصل والطماطم. يعني كنفرقوها كده كيف كنتشوفوا معي. يعني الفيديو صراحة شرح راسو. يعني واضح. انتمنى ان انا تعجبكم هاد اللاطا. صراحة روعة. انا بدا واللي تمود مينة عليها. ضروري عندي في الاسبوع. ضروري كان ديرها جوج مرات في الاسبوع. صراحة روعة. يعني وحتى واحد النقطة يعني ممكن تعوضوا الدجاج. تعوضوا بسامك. يعني حتى السامك. تواكي يجي به واعر. صراحة. يعني تعوضوا به. هنايا بعد ما استفت البطاطس من فوق البصل والطماطم هي والجزر. كان حتم فوق منهم. كان استفوق منهم هادا قطع ديال الجاجاج اللي سبق لي وشرملته. وكاضافة كان دير الحامض قطع ديال الحامض هكده. قطع صغيرة ديال الحامض كنفرقها فوق اللاطة من الفوق. هاتوا ما كيف كتشوفوا معايا. يعني سهل يعني في ضرف يعني اه في مدة اه وجيزة يعني مدة قليلة. ضغيصة يعني اللاطة. حجم عائلي. يعني صراحة يعني العائلة يعني من خمسة افراد ولا ستة افراد. صراحة كافية. هناك كيف كتشوفوا معايا خليت واحد شوية ديال واحد القليل ديال البطاطس والجزر مشرملين. هادوك غضي نضيفهم مع السلاطة. هنا غضي نضيف با با بي كويسان من الفوق. هاتوا ما كيف كتشوفوا معايا ما درت له شقاع الماء. يعني بدون قطرة ماء. ما كايش الماء. يعني فقط الما ديال الخضراء هو اللي غضي يطلق فيها والما ديال اللي الفجاج والخضراء صافي. هنا كيف كتشوفوا معايا عندي هادوك بطاطا وخيزو اللي خليت واحد شوية منو. ضفت له جلبانة. اه ديجا كانت عندي في الفريقو. جبتها وضفتها لي. هنا يا الخضر اللي غضي نرافقها للسلاطة. عندي هنا البروكولي. وعندي طماطم. هادو الطماطم. اه غادي نضيفها السميتو. غادي نضيفها فوق اللاطة. من بعد ما نحس بها طابت. غادي نضيفها من الفوق. هنا كيف كتشوفوا معايا بعد ما خلط الخضراء ديال خيزو بطاطا ووجلبانة. حطيتهم في الكس كاس. باش نفورهم. واللوبيا الخضراء. نسيت ما ذكرتها شليكم. مهم را واضحة عندكم في في الفيديو. اللوبيا الخضراء كنقطعها. وكان وضعتها هي كتفور مع مهانتو ما كيف كتشوفوا معي. هادوما المكونات اللي غادي نفورهم. في الكس كاس والبرماء. بعد ما يتفوروا. ديك ساعة غادي نقدموا ليكم. هنا يا بعد ما حسيت بان اللاطة ديالي طابت. كنعري عليها. باش غادي نعاود ندخلها عاو تاني الفرن باش تحمر. يعني غادي نضيف لها الطماطم. غادي نشي الطماطم كل احبها غادي نقسمها على جوج. وغادي نحطها من الفوق. يعني كتجي صراحة زوينة بزاف الطماطم فاش كتشوها في الفرن. صراحة كتشي وعراء. كيف كتشوفوا معايا. يعني في نفس الوقت كتزين اللاطة. وفي نفس الوقت را الطعم ديالة صراحة لا يوصف. هنا يا كيف كتشوفوا معايا. يعني بعد ما وجدت لي الخضراء اللي درتها تفور. هنا فرشت واحد الخص في طباس ديال تقديم اللي غادي نقدمهم فيهم الصلاطة. يعني وضعنا هادي اللي بيا الخضراء. هاكذا مفورة. يعني دلت اغيها هاكاك يعني رشيت عليها واحد رشيشة دل الملحة وصافي. يعني ما صوطيتها لها في زيت لاتة حاجة. يعني ممكن انا كنت صوطيها في الزيت. انا فضلت انني ناكلها هاكذاك. يعني نستعمل الصلاطة هاكذاك. يعني تكون صحية احسن. يعني حسن من انها تشحر. يعني تاذك تشحر يعني ذاك الزيت فاش كتقلا و يعني ما شي صحية. يعني هاكذا حسن تبقى يعني بمليحة هاكذا من الفوق. ولا بغيتو هاكذا تضيفوا واحد رشيشة ديل زويتها يعني زيت 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 زيتون من الفوق فقط. هاكذا ما كيف كتشوفوا معايا. يعني الطابق دي الصلاطة صراحة جرائع. والطعم هائل. مرافق الزيتة دينا دي الدجاج مع البطاطس والجزر. الفرن. صراحة يعني وجبة متكاملة وصحية. هاكذا ما كيف كتشوفوا معايا. يعني مكمشة ومقرملا ومحمرة. ونتمنى ينال اعجاب ديركم هالطباق. وينكون خفيفة ضريفة عليكم. وشكرا لكم جزيل اني لوصلتوا حتى اللي هنا. ما تنسوش ديروا اابوني بنسبة الناس للجدود. ووجاب. يعني واحد تعليق اللي هو محفيز لي. باش يخليني انني نعطي اكتر واكتر. وشكرا لكم بزاف مراتا اخرى. ودمتم في رعاية الله وحفظه. وفرجة ممتعة.